الحرب في أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة بل مختلفة بعد هجوم موسكو هجوم استهدف مدنيين وأسقط قرابة المائة وخمسين قتيلاً وجهت الاتهامات لداعش خرسان غير أن أوكرانيا لم تغب عن المشهر فالبداية اتهم الرئيس بوتين أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم ثم جاء نفي كيف قاطعاً وحاسماً الآن يعود الحديث عن علاقة أوكرانيا بهجوم موسكو اتهام صريح لجهاز الأمن الأوكراني ودعوى لإدراجه على لائحة الإرهاب مرة لن تكون أخيرة يرد الرئيس الأوكراني بأن الاتهامات الروسية مجرد أكذيب فهل تحول هجوم موسكو وتبعاته ليصبح جزءاً من المواجهة العسكرية بين أوكرانيا وروسيا؟ للمزيد معنا من موسكو مدير مركز جي أس أم للدراسات دكتور آصف ملحم ومن كيئذ الخبير في الشؤون العسكرية والسياسية سيرهي شابولوف مرحباً بكم ضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور آصف لنتحدث عن هذا الربط الروسي بالهجوم الذي حدث في موسكو وتبناه داعش خرسان لماذا يتم في كل مرة العودة لأن أوكرانيا هي التي تقف وراء هذا الهجوم؟ مع أن كيئذ نفت ذلك نعم مساء الخير لكم ولي مساء نوم سيدي فيما يتعلق بأوكرانيا هذه المجموعة التي نفذت الهجوم ألقي القبض عليها في مقاطعة بريانسك وتأكد أنها كانت متجهة باتجاه أوكرانيا من كان هناك ينتظرها في أوكرانيا لا أحد يعلم لذلك من الصعب القول من هي الجهة الحقيقية التي تقف في أوكرانيا خلف هذا الهجوم؟ نحن وفق تصورنا ووفق ما نفهمه وما يحدث في أوكرانيا أن كل من يكره روسيا في العالم جاء إلى أوكرانيا لكي ينتقم منها لذلك نحن نعتقد أن هناك عديد من المجموعات ذات المشارب والعقائد والأفكار المختلفة عن بعضها البعض يجمعها هدف واحد هو الانتقام من روسيا وقد تكون إحدى هذه المجموعات هي التي وظفت هؤلاء للقيام بمثل هذا العمل قد يكون هذا الأمر بعلم بعض ضباط الأمن الأوكرانيين أو بدون علمهم أو بدون حتى علم القيادة السياسية الأوكرانية لأنني أنا وفق تقديري وهذا تقديري الشخصي لا أعتقد أن القيادة السياسية الأوكرانية بهذا الغباء أن تقوم بمثل هذا العمل لأنه وضوحا هذا العمل سيؤدي إلى تأجيج الرأي العام العالمي ضدها وسيؤدي إلى تأييد أكبر في الشارع الروسي لخطوات الرئيس بوتين ضد أوكرانيا لذلك أنا أستطيع أن أنفي إلى حد ما علم القيادة السياسية بهذا الموضوع ولكن قد يكون بعض ضباط الأمن الأوكراني متورطون فيه وخلفهم بعض الاستخبارات الغربية لأن هذه المجموعات التي تأتي إلى أوكرانيا لا تأتي من تلقاء نفسها لا يمكنها أن تأتي من تلقاء نفسها إلا باحتضان جهة معينة لها تدعمها بالمعلومات بالمال بالسلاح وما شابه ذلك سيد شابو فالوف ما رأيك في هذه النقطة ضيفي يتحدث على أن هناك احتمالية كبيرة أن يكون هناك ضباط أوكرانيين وربما أجهزة استخبارات ورأى هذا العمل الإرهابي في موسكو في هذا المتجر وبالتالي نتحدث ما مدى دقة ما يطرحه ضيفي مساء الخير وشكرا جزيلا على الاستضافة بطبيعة الحال هناك إمكانية واحتمال لكن قد يكون الأمر صحيحا وقد يكون خطأا وإذا كان الضيف من موسكو يتحدث عن موقف رئيس الروسي وربطه بين هذا الهجوم وتورط أوكرانيا إذا كان لديه أدلة فعليه أن يعرضها ولا يقول ذلك فقط من منطلق كرهه لأوكرانيا ولومه على كل شيء سيئ يحدث في روسيا سيد شفوفولوف اسمح لي هو قدم لك دليل هو قدم لك دليل المعدل على المقاطعة قال لك داعش خرسان كانت أثناء هروبها بعد تنفيذ هذه العملية متجهة إلى أوكرانيا أليس هذا دليل على أن أوكرانيا قد تقف وراء ذلك نعم أنا قلت لك بأن ضيفي يتحدث لك عن دليل على أن جماعة داعش خرسان بعد أن نفذت عمليتها في موسكو اتجهت إلى الحدود الأوكرانية وهذا إشارة على أن هناك صلة مع جماعات ما يعني لها علاقة بالأمر في أوكرانيا رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو قال علنا إن الاستخبارات البيلاروسية افترضت أن هؤلاء الإرهابيين كانوا متجهين إلى بيلاروسيا والنقطة الجغرافية التي اعتقلوا بها أقرب إلى بيلاروسيا منها إلى أوكرانيا لذلك لما قفز رئيس بوتين بأنهم كانوا متوجهين إلى أوكرانيا وليس بيلاروسيا طيب الآن دكتور عاصف هناك دعوة صريحة لإدراج جهاز الأمن الأوكراني على لائحة الإرهاب ما إمكانية هذه الخطوة وعلى ماذا تنطوي برأيك إن حدثت بالفعل سيدي فقط للتوضيح نعم الضيف محق أن هذه المجموعة كانت أقرب إلى بيلاروسيا من أوكرانيا ولكن هناك تقديرات أن هروبها إلى أوكرانيا كان صعب للغاية لأن منطقة الحدود الروسية الأوكرانية محصنة أصبحت تقريبا جبهة لذلك كان من مقدر أن تهرب باتجاه بيلاروسيا لأنها أقل حراسة ومن ثم من بيلاروسيا إلى أوكرانيا لأن هذه المنطقة منطقة الحدود الأوكرانية إلى البيلاروسيا أقل حراسة وهي ممر للمهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا نحن نقول احتمالات وأنا بالمناسبة نفيد التهمة عن القيادة السياسية الأوكرانية لذلك اعتهامي بأن يؤيد الرواية الروسية غير دقيق نعم فيما يتعلق بجهاز الأمن الأوكراني نحن عندنا الكثير من المعلومات والمصادر مختلفة والمصادر الأوكرانية أيضا على أن هذا الجهاز يوظف كل مراكز الاتصالات عنده للاتصال بمواطنين الروس ودفعهم إلى حرق بعض الأماكن وإلى تكسير بعض الأماكن وإلى القيام بالتفجيرات مقابل المال وما حدث أثناء الانتخابات الرئاسية الروسية حدث كله بتشجيع من هذا الجهاز بشكل مباشر يعني مراكز الاتصالات الهاتفية في أوكرانيا كانت تعمل 24 على 24 أثناء الانتخابات بهدف خلق حالة من البلبلة هناك لذلك لا نستبعد نحن طبعا أنا أستبعد أن يكون قد تم الترتيب لهذه العملية الكبيرة بهذه الطريقة عن طريق الهواتف فقط ولكن دفع مواطن لحرق مركز معين مركز هاتفي أو مثلا بنكمات لأحد البنوك أو غيرها أو متجر وما شابه ذلك هذا وارد مقابل المال وكل من قبض عليهم في كل روسيا أكدوا أنهم اتصلوا فيهم من أوكرانيا وضع جهاز الأمن الاستخباراتي جهاز الأمن الأوكراني على قائمة الإرهاب هذا يعني أن جميع عناصره يصبحون أهدافا شرعية لروسيا وتستطيع ومطلوبين للعدالة الروسية لمثلهم أمن محاكم الروسية يعني هم في نظر الدولة الروسية هم عبارة عن إرهابيين يمكن قتلهم وإذا تم القبض عليهم لا بد من محاكمتهم كإرهابيين سيد سرهي شابوفالوف ما رأيك يعني بعد الدعوات في موسكو اتهم لجهاز الأمن الأوكراني دعوة صريحة أيضا لإدراجها على لائحة الإرهاب على ماذا يؤشر ذلك وهل هناك خشية أوكرانية بالفعل أن يتم تصفية هذا الجهاز من هنا فصاعدا في تحول لهذه المعركة يعني المعركة التي صار لها أكثر من سنتين وبالتالي الآن يتم الذهاب لهذا الجهاز الأوكراني والقيام بعمليات دقيقة ضده ما رأيك؟ لا أعتقد أن هذا سيساعد الحرب في أوكرانيا لأنه ليس هناك مجال تصعيد أكبر روسيا تخسر كل الأسلحة التي لديها واستخدمت كل ما لديها بستناء السلاح النووي ولا أعرف ما السبب الذي قد يحدث بروسيا إلى توصيف الاستخبارات الأوكرانية أو الرئيس الأوكراني كإرهابيين أو ضمهم إلى قائمة الإرهاب فروسيا هي التي تقصف المدنيين في أوكرانيا والأبرياء وعندما يحدث ذلك يتم هذا دون إندار ولذلك ليس هناك أي ذريعة لتنفيذ روسيا للهجمات لذلك بصراحة لا أفهم ما الذي يمكن فعله للتصعيد أكثر فالتصعيد حصل مسبقا في أمده الأقصى وبنسبة لبوغدانوف كان قد قال إنه لا يأبه بالقرارات الروسية وروسيا حاولت تدمير مبنى الاستخبارات مرات عديدة في كييف لكن مع هذا الاستخبارات الروسية ما تزال تعمل بشكل متواصل وبكفاءة وقادتها محميون من الصواريخ الروسية ونأمل أن يتمكن الأوكرانيون من حماية المدنيين أكثر دكتور عاصف ولكن ألا ترى أن هناك ربما تناقض في التصريحات الروسية يعني حينما يتحدث رئيس جهاز الأمن الروسي ويقول إنه لم يتم التعرف بعد على هوية مدبر اعتداء موسكو أليس ما كانت تقوله بأن أوكرانيا لها علاقة بالأمر يعني هو مجرد تجييش وذريعة للقيام بتصعيد عسكري داخل أوكرانيا سيدي نعم أنا أتفق مع الضيف الكريم حقيقة هو وضع عناصر جهاز أو ضباط جهاز الأمن الأوكراني على قائمة الإرهاب لا أهمية لذلك على الأطلاق لأن روسيا تقصف في كل مكان في أوكرانيا ولن يغير هذا من الواقع شيء على الأطلاق في الواقع حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيدات يعني كل التصريحات الروسية سواء من رئيس جهاز الاستخبارات أو غيرهم من المسؤولين هي عبارة أيضا عن فرضيات لا يوجد تأكيد فيها يعني عندما سئل قال بالتأكيد أوكرانيا وبالتأكيد كل من يرتكب جريمة في روسيا فهو هدف شرعي لنا لا يوجد هناك تأكيدات مباشرة حتى هذه اللحظة أنا أعتقد وفق تقديري وفق فهمي لما يجري طيب ولكن ما الذي يدعوهم إلى تكرار الاتهامات بأن أوكرانيا ربما قد تكون لعبة دورا في هذا الأمر رغم نفيها الشديد لذلك منذ اللحظة الأولى هي في الواقع لم تتكرر بمعنى التكرار بل أولا تكلم عنها الرئيس بوتين ثم مسؤولين آخرين ثم آخرين وآخرين يعني ذكرت أوكرانيا على لسان عدة مسؤولين ويبدو نحن في وسائل الإعلام وما شابه ذلك نعتقد أن هذا التكرار من جهة واحدة يعني كلما الصحفيين الإعلاميين يريدون معلومات وعندما يكون هناك مجال لطرح هذا السؤال فبالتأكيد هذا المسؤول سيجيب الفرضية الأولى يعني أن هذه المجموعة لها ارتباط في أوكرانيا لذلك الفرضية الأولى أن أوكرانيا تقف وراء هذا العمل وعملية التكرار أعتقد أنها لا تعني أكثر من كون عدد المسؤولين الذين يتكلموا عن الموضوع كلهم ذكروا أوكرانيا ولم يتطرقوا إلى الرواية الغربية التي تؤكد على أن داعش هي تقف وراء هذا الهجوم طيب سيد شابوفالوف بالنسبة للغرب أيضا هو منذ اللحظة الأولى نأى بأوكرانيا أن تقوم بهذا العمل وكانت حتى هناك معلومات استخباراتية من قبل الجانب الأمريكي بأن داعش قد يقوم بعملية عسكرية داخل روسيا لكنه أيضا لم يتشارك هذه المعلومات مع الجانب الروسي حسب ما يتحدث به المسؤولون الروس هناك ألا تعتقد أن هناك أن في الموضوع هناك سر وراء كل ذلك بالنسبة لي وحسب ما أعرفه الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن هذا الأمر علناً وقالت قبل فترة أن الولايات المتحدة الأمريكية أخبرت روسيا علناً وبشكل خاص بأن هناك عمليات وهجمات قد تستهدف بعد الأماكن لكن للأسف القوات الروسية والشرطة الروسية تجاهلت تلك التحذيرات ولم تتخذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنها ولذلك بالرغم من أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية متنافسان وخصمان عالميان فإنه كان هناك تحذير أمريكي بقرب حدوث هجمات ولكن الخطأ وقع لدى روسيا ويجب مساءلة السلطات الروسية لماذا لم تتخذ الإجراءات الاستباقية والوقائية اللازمة لحماية المدنيين الروس لأن هناك هجمات إرهابية حدثت وقتل مدنيون ولا أعرف كيف سيستفيد بوتين من هذا دكتور عاصف حتى بوتين حذر من احتمالية تكرار هذه العمليات من احتمال حدوث المزيد من الهجمات في المستقبل على روسيا هل نتوقع أن يكون هذا نمط جديد في العمليات ضد موسكو من أجل إرهاقها من أجل على الأقل أن يكون نقطة ضغط جديدة على الجانب الروسي لتقديم تنازلات فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية ما رأيك؟ سيدي هذا هو الاحتمال المرجح ولذلك أنا قلت في لقاء آخر على قناتكم المحترمة أن هذه ليست عملية أمنية انتقامية بالمفهوم التقليدي للانتقام ولا يمكن بشكل من أشكال أن تكون داعش هي من قامت بذلك يعني تلك المنطقة سيدي لو تأملتها يعني من الغباء الشديد اختيارها لإنجاز مثل هذه العملية من الغباء حقيقة يعني لذلك طبعا لا يوجد إرهاب غبي وأرهاب ذكي وكل الإرهاب هو شر مستطير ولكن هذه العملية يمكن وصفها بأنها عملية إرهابية غبية يعني هذا المجمع التجاري محاط بنهر موسكو من جميع الجهات ولا يوجد سوى منفذ واحد باتجاه الطريق الدائري حول موسكو وتلك المنطقة هناك عقدتان طرقيتان مزدحمتان يعني في فترة المساء وتحديدا في يوم الجمعة الهروب من تلك المنطقة بسيارة هو معضلة حقيقية نديجة الازدحام هناك لذلك من خطط لذلك هذا ليس أسلوب داعش داعش إما أن يكونوا انتحاريين أو يأخذوا رهائن يعني يأخذوا رهائن لحماية أنفسهم حتى وصولهم الحدود لذلك كل التقدير وهذا ما بث من شرائط لداعش تؤكد على أن هذا ليس أسلوب داعش يهم في الطريق يعني هم هربوا بحدود الساعة التاسعة على ما أعتقد أول عاشرة وتم القبض عليهم في مقاطعة بريانسك بحدود ساعة ثالثة فجرا يعني هناك تقريبا ست ساعات يستطيعون إرسال هذا الفيديو إلى جهة معينة وقام بوضع لوكوتيب داعش أعماق عليه وبعض التعديلات وما شابه ذلك هذا ممكن للغاية لذلك يعني مسارعة الجهات الغربية إلى اتهام داعش يعني هو كأنها شماعة وعندي مثال آخر حول داعش لو سمحتني يعني في عام 2017 في سوبر ماركت بيركروستك تم انفجار في ذلك السوبر ماركت وتبنت داعش ذلك التفجير وتبين فيما عند نتيجة تحقيقات أن يوجد شخص اسمه ديمتري لوكيانينكو هو من قام بذلك التفجير لذلك الداعش هي أشبه بالشماعة حقيقة فيما يتعلق بتكرار هذه العمليات نحن نعتقد هنا باعتبار أن داعش لم تقم بها وبأن القيادة السياسية الأوكرانية قد لا تكون مسؤولة عن هذا الموضوع لذلك هي رسالة سياسية خطيرة من جهة ثالثة لا بد من تحديدها أنا جمعت بعض المعلومات ولكن لا نستطيع هذه المعلومات لا تعطينا دلالة معينة من هي هذه الجهة شكرا جزيلا لك دكتور عاصف ملحم مدير مركز جي أس أم للدراسات كنت معنا من موسكو وأشكر منك بالخبير في الشؤون العسكرية والسياسية سرهي شابو فالوف موسيقى موسيقى